عشر وابي الخزري مقارنة مع تشكيلة الذهاب يوم الجود الصروح والقلاع في الرياضة التونسية المرسى جابت وسامة الملولي في عام النصور وابي الخزري المساحات موجودة والانتلاق السريعة والهدف الأول القريب خطيرة جدا المساكني والهدف يضيع كورا القائم في أور العلي يمشي معلول معلول وينه بالرأس ترجع من دفاع ارتباك الكورا عن طريق الفرجاني وفرصة وفي لمسة يد يعتبرها الحكم المزام في المعطى التكتيكي لأنه المنتخب التنزاني بش يتقدم ويخلي مساحات كواتوريال ثلاثة نقاط ليبيا ثلاثة نقاط تنزانيا تنزانيا ترعب من آخر فرصها من أجل التشبث بأمال يوصبح لوا كورا والعدي بالأول واحد سافر منتخب التوس من فاد الكوش من رعبوش يا خاوي يا خاوي احكي الحكاوي يا خاوي واحد بلاش الخاوي يسجلوا للهدف اول هدف للسيف في الدين الخاوي للتونيزية مارسي هنا مع المنتخب التونسي اول هدف خرج رادس لانه سجل دوبلي في الكان هذه في تصريتها ضد المنتخب الليبي في رادس اليوم اول هدف للخاوي بكباراتهم بصغاراتهم متوسطهم التاريخ يقول هذا ليس أنا ليس الشوالي فلتوش من فلتوش كاس العالم وقت اللي بديت بالمجموعات عام تسعين نصعدنا في المجموع الحديد ولكح الكلاس تارشا كورة اللي منتخب تتين المجموعات لذلك قلت في المجموعات ما يقدونيش والتزديده والثاني يا خاوي هذه الكورة اللي منتخب تنزاني عرضية وينك مرياح مرياحي بعد الكورة ما نقبلوش اللعب نمشي الكونتر يوسف سيف الدين وكورة جول وتزديده والكورة عالية ضربت مرمى لفاروق خمسة لخمسة وان شاء الله اليوم السادس اليوم في دار السلام نتقدم كبداية والعبرة بالخاء على فكرة عندهم أربع خمسة ألقاف ملعبية سلوم شكلنا بحثولان والثاني يا خزري مذيعش يا خزري والثاني والعارضة يا ولدي يغرب وهبي الخزري وهبي الخزري كورة حلوة وفم تسل رفع الراية على الياس السخير القادمون من خلف وري وبكري وضيعنا وقت ممكن تفريقيا على المغرب أربع واحد عام تذو ستين وأول انتصار خارج تونس في تصوير تفريقيا كان في الجسد ويلة وملعوبة والتماس لمنتخب النصور النصور في ليلة والكورة تمشي ملعوبة ويلة عندك بالراس المتابعة حذاري حذاري من العرضية حذاري أحلى عوجله يبشي يندير وصل كورة فما كورة فما كورة فما لمسة الفنية وبدنية على المواجهة هذه عرضية خطيرة بالراس رد بالك والكورة مشت طلعت برة الفريقة لا لم ترفع الكورة من فرقم المصطفى تلذى دقائق وقد بدل الظخر السبعينات والثمانين وهو لاعب طبعا السيوتي وما أدراك النادي الأولمبي لأنه تيطرة لخنيسي ضيع زوز بونتو والبنالتي بتاع فرجاني وهنا تزديد وهذا في التعادل وهذا في التعادل من الكورة الأولى المنتخب التنزاني تقيقة الثانية تقريب في شرط الثاني وفايسل سالم فايسل سالوم يسعد السلم ويسجل بقضيفة لا تصد ولا ترد هذا هو اللا توقع في اللعب الأفريقي الكورة ممتازة جدا من فايسل سالوم والنتيجة هدف التعادل للمنتخب التنزاني تشوف الكورة